موسيقى صبحكم الله بالخير مشاهدين الكرام في صباح جديد يبدأوا من هنا من على شاشة الجميع الشرقية من كلباء لنجتمع معكم على الخير والمحبة مشاهدين الكرام في هذا الصباح نأمل أن نبدأ أسبوع مليء بالجدي والاجتهاد لنحقق الأهداف والأمنيات القادمة بإذن الله مشاهدين ما بعد هذا الصباح نذهب معكم للعناوي افتتاحوا أكاديمية ورلد بادل على شاطئ خرفكان في المنطقة الشرقية موسيقى نظمت دائرة الثقافة فعالية برنامج الصالون الأدبي موسيقى وآخيرا التصوير إبداع في سماء الفن إذن مشاهدين هذه العناوين نأمل أن نوفق بطرح هذا المضمون وأن نستقبل ضيوف أكارم نتشرف بهم ونزيد من رصيد معرفتنا بإذن الله في الثقافة العامة ومن المواضيع إن شاء الله التي ستطرح في هذا الصباح أمل الآن ننتقل معكم إلى أخبارنا في صحفنا المحلية ونبدأها في صحيفة الاتحاد أحدث مؤلفات حاكم الشارقة في مسقط الدولي للكتاب وفي تفاصيل هذا الخبر تشارك منشورات القاسمي في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته السادسة والعشرين بمركز عمال الدولي للمؤتمرات والمعارض والتي تقام في الرابع والعشرين من فبراير حتى الخامس من مارس لعام الفين واثنين وعشرين وتقدم الدار نخبة جديدة من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وهذه الجديدة لزوار المعرض لتضيف للمكتب الإماراتية والعربية منتجا ومحتوى فكريا غنيا بين السرد والتاريخ والفكر والحوار ويسخر بالتنوع من الكتب والروائع التي يقدمها سموه سنويا ويحرص على أن تكون حاضرة في معارض الكتب العربية وانتقالا إلى خبرنا التالي من صحيفة الخليج تكريم ذو الإعاقة الفائزين في مسابقة حفظ القرآن وفي تفاصيل هذا الخبر كرم مجلس أولياء الأمور الطلبة والطالبات بمدينة دبلحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم اثنى عشر فائزا في مسابقة القرآن الكريم لذو الإعاقة من أصل ثلاثة وسبعين مشاركا من تسعة مراكز للرعاية والتأهيل إضافة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وفروعها بالمنطقة الوسطى وكلبة وخرفكان وأشاد محمد راشد رشود الحمودي رئيس المجلس في كلمته خلال حفل اختتام المسابقة بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تمكين ذوي الإعاقة في كل المجالات مشيرا إلى أن أهمية تكامل هذا الدور من المجلس في إرساء دعم مجالس أولياء الأمور للطلبة وطالبات في إمارة الشارقة وحرصه الدائم على كل عمل يغرس القيم الإسلامية النبيلة ويطبق تعاليم الدين وتوجه رشود بالشكر إلى جمعية الشارقة الخيرية فرعد بلحصن الداعم الرئيسي للمسابقة سنويا والتعاون الكبير من مكتب دائرة الشؤون الإسلامية في دبل حصن على جهودهم في إنجاح هذه المسابقة وإلى خبرنا الأخير مشاهدين الكرام أيضا من نفس الصحيفة أفكار ابتكارية لطلبة طب الأسنان بجامعة الشارقة وفي تفاصيل هذا الخبر قدم طلبة كليات طب الأسنان والعلوم الصحية بجامعة الشارقة مجموعة من المشاريع والأفكار الابتكارية تحت شعار الإمارات تبتكر ومنها فيديو تعليمي للمرضى من فئة الصم أطلقته الطالبة لولوى مشعل الرومي من كلية طب الأسنان تحت إشراف الدكتور ششرشيتي وهو أستاذ مساعد في قسم صحة الفم والقحط الوجهي وكذلك يتمكن كلمرولا سحنون وحسن جرندل ونغم أسمر من قسم علوم المختبرات الطبية أسماء الشامسي ومحمد الحوسني الخريجون من برنامج ماجستير العلوم في علوم المختبرات الطبية ومريم الكتبي طالبة في السنة الثانية من برنامج ماجستير العلوم في علوم المختبرات الطبية في تقديم مشروعي تحت عنوان بكتيريا جديدة في صحراء الشارقة كمصدر لمضادات جرثومية جديدة تحت إشراف الدكتور محمد حمد أستاذ مساعد بكلية العلوم الصحية إذن الطلب في جامعة الشارقة يبدعون في الإبتكار بالتأكيد هنا نرى هذا الإبداع من هذه الكوادر التي دائما ما ترعى كل هذه الإبتكارات بإبداعات في عقولهم وما يقدموه إن شاء الله في الفترة القادمة أما الآن مشاهدين الكرام ننتقل معكم لدرجات الحرارة وحالة الطقس لهذا اليوم ونرى ما هي المسجدات في حالة الطقس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين بعدما تابعنا معكم درجات الحرارة وحالة الطقس لهذا الصباح ننتقل معكم إلى شاطئ خورفكان اتتم بالأمس افتتاح أكاديمية وورلد بادل بحيث أنها تحتفل وتختلف عن هذه الرياضة عن الرياضات الأخرى مثل كثير من الرياضات التفاصيل أكثر نتابع معكم هذا التقرير تحت رعاية كريمة من الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإماراتي للبادل تحتفل وورلد بادل أكاديمي بالافتتاح الرسمي للفرع الجديد في كورنيش مدينة خورفكان بحضور الشيخ خالد بن عصام القاسمي وسعادة عيسى هلال وعدد من المسؤولين افتتحنا وورلد بادل أكاديمي سنة 2020 في مدينة دبي وبدأناها بأربع ملاعب بعد شهر غيرنا الفكرة حولناها أكاديمية مع مدربين مع أكتيفتيز للصغارية سوينا مثل بروغرام حق الصغارية في المدرسة وفي الجامعات حتى وعقب اتجهنا قلنا بنتوسع ونفتح في كذا مدينة في الإمارات وتلاقينا ويالأخ هيثم الحمادي ويتنا فكرة نفتح في خورفكان أول شيء السبب الأول أهل خورفكان شفنا قبال منهم في الرياضة في الكرة في التنس بشكل عام هم أشخاص رياضيين فحبين نفتتح WPA في خورفكان تضمن حفل الافتتاح كلمة لأعضاء مجلس الإدارة ومباراة استعراضية لمنتخب الإمارات لرياضة البدل وجوائز قيمة للجمهور وتكملة أحداث البطولة المصاحبة للافتتاح هذا المشروع اللي نحن بدينه فيه قبل سنة ونص طبعا بإدارة وإشراف وشراكة فاعلة مع وورد بادل أكاديمي أول أكاديمية بادل في الوطن العربي وأول ملاعب بادل في المنطقة الشرقية وفي الإمارات فاخترنا نحن نكون شراكة معهم في هذا الملعب اللي تشوه في خورفكان كان التحدي في البداية كبير لكن الحمد لله مثل ما تشوف اليوم نمتلك إطلالة جميلة بخدمات مميزة مع شروق المؤسسة الاستثمارية الرائدة في إمارات الشرق حرصا من وورد بادل أكاديمي على راحة الزوار وتلبية جميع احتياجاتهم جهز الفرع الجديد لرياضة البادل بأفرع من متجر بادل التابع للأكاديمية لتقديم الأدوات والملابس المناسبة لرياضة البادل ومقهس ماشي المميز لتقديم المشروبات والمأكلات الصحية أعود لكم مجددا مشاهدين الكرام لننتقل إلى موضوعات أخرى في صباح الشرقية لهذا اليوم وننتقل الآن إلى موضوع أسري مهم فالأسرة هي أساس المجتمع والتي ترتقي بها الدول ولكن كثير من الأشخاص خصوصا معظم الشباب في سن الزواج تكون لديهم رحبة من الإقبال على هذه الخطوة ولذلك لما تحمله هذه المسئولية من مسئولية عظمى تقع على عاتق الزوجين وللحديث أكثر في هذا الموضوع نسأضي في الدكتورة رقية حسين محمد اختصاصي أسري وتربوي صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور والسرور حياك الله السعادة عمر يعني بداية نحن نتحدث عن موضوع جدا مهم ونخصص هذا الحديث للشباب المقبلين على الزواج بداية ما هو الخوف من الإقبال على الزوج ما هو التعريف المبسط له بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرة في المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا كلمة الخوف من الزواج هي عبارة عن مبسطة في كلمة جامو فوبيا جامو فوبيا هي بالمعنى اليوناني جامو بمعنى زواج وفوبيا اللي هو الخوف والأرهاب قبل ما نتعمق شوية في التعريف طبعا الخوف من الزواج هذا بشكله الاعتيادي أو الطبيعي شي طبيعي أي حد مقبل على هذه الظاهرة أو سنة الله في الكون أنه بيكون فيه طبيعي من الطبيعي جدا أنه أنا حتى ما يختلط عند بعض الأشخاص اللي نحن بنتكلم في اليوم عن الشي طبيعي أو شعور الطبيعي اللي يشعر فيه أي حد مقبل على الزواج الخوف من الزواج دام أنه هو فيه حدوده طبيعية لأنه فيه تغيير من حالة إلى حالة كنت أعيش حالة عازب غير ملتزم بمسؤوليات غير مسؤول عن عن تفاصيل حياة جديدة لحياة جديدة أنا ما أعرف شنو منتظرني فيه المجهول من إيجابيات أو سلبيات فالخوف أثناء الإقبال على الزواج هذا الشي طبيعي لكن الخوف اللي نحن بنتكلم عنه اليوم وهو الجاموفوبيا هو حالة نفسية يعاني منها الشخص كثير من التوتر من الطراب من القلق خوف زائد عن الحد هذا الخوف سبب أن أنا داخل العلاقة جديدة قد يكون سببا أن الشعور بعدم شعور تقدير الداد بطريقة كافية أو الثقة بطريقة كافية عندي ثقة بنفسي بشكل كافي هذه كل الأنواع النقص اللي أنا أشعر فيه هو اللي تسبب في هذه الفوبيا أو الجاموفوبيا اللي أنا أعاني منها عند ارتباطي بشكل أو بآخر بموضوع الزواج إذن الخوف من خطوة الزواج هي حالة طبيعية مثل ما ذكرتي دكتورة ولكن نحن نتحدث عن الشباب من فئة الجنسين الذكور والإناث هي يمكن تواجه أي جنس منهم فبالتالي عندما نفكر في هذه الخطوة لربما هي تستحق الخوف نوعا ما لأنها فعلا هي تحمل مسؤولية تحمل كثير من التفاصيل اختلاف مثل ما ذكرتي ما بين الحياة سابقا أنا أعيش كفرد وروحي ما أحمل مسؤولية أشخاص معي واناكن ما بعد ذلك سوف تتغير الحياة بأكملها بكل تفاصيل حتى في جدول اليوم فهل فعلا يستحق الزواج هذا الخوف نوعا ما في البداية في البداية أكيد لأن أنا اليوم إذا دخلت تجربة جديدة وأنا ما عندي نوع من الاستعداد لها بيكون في نوع من لا مبالا لكن كون الخوف موجود هذا شيء أنا أعتبره شيء إيجابي مبدئيا يدل علم السؤولية نعم أنا داخل فهذا شيء ما أعتبر أنه أنت عندك نوع من نقص أو معاناة أو حالة مرضية اللي نحن بنتطرق لها اليوم هو موضوعنا اليوم الخوف من الزواج فهذا الشيء طبيعي لأن أنت داخل تجربة جديدة هذه التجربة أنت ما تعرف شنو منتظرك فيها من إيجابيات من سلبيات طريقة التعامل مع الطرف الآخر شريك الحياة هذه كلها شيء طبيعي جدا متى تصبح حالة مرضية إذا فيه طبعا بعض الأعراض تصيب الشخص من هذه الأعراض لما تبدأ الشخص هناك أعراض لها نعم هناك أعراض ومن يبتدي الشخص يشعر بهذه الأعراض هذه موجودة كالتهرب مثلا كلما تقدم موعد الزواج يبتدي يختلق أعذار يتهرب عنده شعور من داخلي أنه ممكن أنا استعجلت في هذه الزواجة ممكن بعد فترة أنا ألاقي الشخص شريك الحياة المناسب وبالرغم أنه قد تقدم في العمر يعني قد مثلا تخطى الثلاثين دخل بالأربعين وما زال أندي نوع من الهاجس أو الوساوس أن أنا استعجلت في اتخاذ هذا القرار وما يكون هذا الشعور إلا هو منطوي على الجاموفوبيا اللي هو الخوف من الزواج اللي هي الحالة المرضية اللي نحن قاعدين نتحدث فيها إذا من أهم أعراض الخوف من الزواج هو التعجيل دائما الهروب من الحديث فيه في حوار الزواج أو تفاصيله أو الحياة الزوجية ما بعد ذلك هو تهرب من الحوار هذا قد تصل أيضا لأمراض عضوية في ظاهرها أمراض عضوية لكن هي أساسا ليس لها سبب عضوي كالشعور بزيادة دقات القلب ضيق بالتنفس القيء الغثيان تقلصات في البطن الشعور الرغبة في البكاء أو فعلا بكاء تلاقي شخص عنده نوع من بكاء أو قلة النوم يشعر أنه خلاص صار في حياته في بعض الأمور قاعدة استجد عليه من يبتدي يدخل في هذه التجربة ممكن يكون بكاء فرحة يعني دكتورة ما يصير؟ هو هو يحدد نفسه هذه أمانة الشخص مع نفسه هو يقدر يحدد هل هذا البكاء فرحة أو بكاء خوف من التجربة جميل وقد يكون كل هذه أشياء وهمية ونحن إن شاء الله في ختام الموضوع سنطلق للحلول قد يكون هي أشياء وهمية بس الشخص محتاج وقفه مع النفس ممتاز طيب دكتورة أنا أبغي أقف عند الأسباب قليلا يعني تحدثنا عن الأعراض وأهم الأعراض التي قد تظهر عند من يخاف من الزواج ولكن الأسباب ذكرتي بأن قد تكون هناك أسباب نفسية وأسباب عاطفية لربما ولربما تكون هناك أسباب عضوية أكيد فنتحدث عن هذا الأمر قليلا الأسباب لو انطلقنا مثلا من أهم سبب وأبرز سبب الخوف من تحمل المسؤولية كثير من الشباب الآن نجد أنه عندي نوع من الخوف أو الرهبة أن أنا بتحمل مسؤولية جديدة بتحمل تربية الأطفال بتعامل مع شريك حياة جديد أنا ما أعرف يعني ممكن فيه اختلاف مثلا في وجهات النظر أو المفاتيح بيننا فالتخوف من تحمل المسؤولية هذا أبرز سبب هذا من جانب نفسي طبعا هذا من جانب نفسي نعم يعني أهم وأبرز سبب الخوف من تحمل المسؤولية هذا أول سبب من أسباب الخوف من الزواج ممتاز اليوم أنا خايف خايف أبغي أقبل على هذه الخطوة بس مثلا ما أبي أن أنا أتأشيل مسؤولية أطفال ما أبي أشيل مسؤولية بيت إدارة بيت مسؤولية شريك آخر من الشريك الآخر في الحياة هذه كلها نوع يعطيني نوع من التخوف خصوصا أن أنا كنت حياتي كلها مستقل عايش حياة أعزوبية يمكن وصلت مثل ما ذكرنا فترة من العمر متقدم والحياة تمشي وأنا ما انتبهت كم قطعت شوطة من عمري وأنا ما أخذت قرار في هذه الخطوة فكيفت ظروفي وهيئ ظروفي أن أنا حياتي ماشي بهذا الشكل بل لو نظرنا لها في الواقع بالعكس إحنا كبشر هذه من طبيعتنا نحن كبشر محتاجين هذا الزواج في إطار صحيح وسليم ولو رتبنا بشكل سوي رح نلاقي نحن في حاجتنا لمنظومة الزواج أريحية بشكل طريقة غير طبيعية لأن أنا اليوم إذا أنا خايف من شيء أنا أعتبره شيء إيجابي غير اليوم في ناس عندهم للأسف اللامبالاة يتزوجون وخلاص مثلا أهل تكفلوا في مصاريف الزواج ما عنده مصدر دخل وهذا من ضمن الأسباب البطالة أو عدم توفر مثلا مصدر دخل أو جانب وظيفي أن أنا أقدر أصرف على هذا البيت هذه أيضا من ضمن الأسباب في ناس مثلا ظروف العائلة توفر لها كل شيء كل متطلبات الزواج وهو دخل وبالتالي للأسف يعني ما يدرك شعني مسؤولية ممتاز وأدى وأحمل أطفال أو كذا يعني أنا أعتبر النوع الأول أفضل بوايد من النوع الثاني اللي هو لا مبالي أهلي وفروا لي كل شيء وتزوجت وأنجبت أطفال وتركتهم قاموا فيهم الأهل أو قامت فيهم الأم الزوجة ومن هذا القبيل وليش ما عندي مبادرة تحمل المسؤولية لكن أنت اليوم أنت خايف من هذه التجربة بالعكس أنا أعتبره شيء إيجابي بس لا تعطي له أكثر من حجمه أن يوصل مرحلة مراضية يعني أنت اليوم هذا بالعكس هذا حس مسؤولية أنا خايف أدخل تجربة الزواج لأنني خايف من المسؤولية لا بالعكس أنت بتقعد بتدرس الموضوع وبتحصل في شيء ثاني تجربة تجربة سابقة قد يكون معي أنا شخصيا أن أنا مثلا صار لتجربة زواج سابقة وفشلت فما أكرر هذه التجربة خشية أن أنا أفشل مرة ثانية بالعكس أنا ما أقايس الأمور بعضها علا وعسى هذه كانت تجربة علمتني وايد فلما أعيد التجربة خذيت منها الدروس وتعلمت فعلا وتعلمت وخذيت الدروس بطريقة زوية صحيحة ولما أبدأ تجربة جديدة أتجنب كل شيء كان سبب فشل في تجربتي السابقة أو يكون تجربة أحد الأهل في الأسرة أو أحد من الأصدقاء يعني مش تجربة معي شخصية بس شفت زواجات جدامي فشلت فصار عندي خوف ممكن مثل ما صاروا إياهم أنا ممكن بيصيروا إياه فليش أنا أخذ تجربة وأنا أعرف أن أنا تجربة فاشلة هذه كلها أسباب تخليني عندي نوع من الرهبة في الزواج كذلك في بعض المجتمعات المجتمع الذكوري لما ينغلب المجتمع الذكوري واليوم مثلا بنت متعلمة مثقفة وتبغي تثبت وجودها وذاتها فهي خايفة اليوم أنا لو تزوجت ما بشتغل ما أقدر أحقق ذاتي ما أقدر يعني في بعض المجتمعات يعني ما شاء الله دولة الإمارات مثل ما عطت لا يجد عندنا مجتمع الذكوري هنا مجتمع متكامل ما بين جلسينا نعم ما شاء الله مجتمع المجتمعات متكامل لكن في بعض المجتمعات وخصوصا أن أصلا كلمة الخوف من الزواج هذا مصطلح جديد على المجتمعات نحن كمجتمعات عربية هذا المصطلح يعتبر جديد لأن كل شيء تكامل نحن كلنا متكاملين لهذا الأسباب نحن قاعدين نذكرها وهو مصطلح جديد ولذلك نحن قاعدين نعطي جانب كبير من الاهتمام كذلك خوف البنت نفسها من العلاقة بينها وبين الزوج يعني ممكن يكون انطباع معين أو انطباع خاطئ منذ الطفولة فمعها مثلا بكرة فيه حامل فيه ولاده فهذه كلها يعطي نوع من الخوف لا كل ما يالها حد ترفض كل ما يالها لسن معين ممكن تعد سن معين وهي الكمال العز وجل ما شاء الله تمتلك كثير من القدرات التي أهلا تفتح بيت وأسرة وتربي أولاد على أكمل أسس وعلى أنجح أسس لكن قد يكون خوف معين ان غرس عندها من الصغر أو من الطفولة أو مثلا وجهة نظر معين اتجاه هذا الأمر هو اللي يعطيها نوع من الرهبة تمتنع عن الزواج كذلك قد يتعرض أحد الأشخاص اللي هم عنده من نوع من خوف من الزواج لتحرش من الصغر وهذا جدا من أسوأ الحالات اللي ممكن نواجهها فيكون عنده فكر أن رافض الجنس الآخر رافض الطرف الآخر أن أنا مثلا كولد تتعرض مثل هذا الأمر أشوف هذا الشيء غلط أو العكس والبنت فأشوف هذا الشيء منبوذ مكروه لتجربة سابقة الواحد مر فيها وما يعرف كان في طفولة أو قبل الارتباط أو كذا نحط في هذا الموقف سواء بطريقة غصب عنه وهو فصار عنده خلفية هذه كلها نحن نتناقش فيحتاج إلى تصحيح فكري ونفسي نعم وتأهيل نعم فلذلك يعني كل الجهات المعنية في الزواج أعتقد الآن بدأت بتطبيق بعض الدورات التدريبية لكل المقبلين على الزواج من الذكور والإناث فهذا شيء جدا مهم ولكن أرجع في إطار الأسباب وأعطيك مثال دكتورة لو تسمحيلي نسترجع مثال لما كنا صغار قبل أهم أحد أسباب النجاح لتعلمنا الكتابة سابقا هو قلم الرصاص أيها صحيح لأننا كنا نعلم تماما وعلمونا المعلمين في ذاك الوقت بأنك إذا أخطيت ممكن أنك تمسح وترجع تكتب من جديد الشيء الصحيح وبالتالي هذه كانت أحد أسباب الثقة بالنفس أني أنا مو مشكلة راح أغلاط ولكن أصحح الخطأ من جديد فهل يعتبر يعني احتمالي الضعف وجود الخط الرجعة في الزواج هو أحد أسباب الخوف من الزواج والله نعم هي تعتبر من أحد الأسباب أني أنا أدخل تجربة ممكن هذه التجربة تفشل بشكل كبير فبالتالي خلاص أنا أدبس بالموضوع فبذلك من الأول أنا ما أدخلها وخلاص وأريح طبعا هذا مبحل أكيد نعم هذا أكيد مليون بالمئة مشحل ليش لأنه مثل ما ذكرنا يعني هذه ليش أنا الزواج من أحد أشياء استجابة الفيسيولوجية احتياجات الإنسان نفسه وفي إطار مريح وسعادة وكذا ومرتاح إذا استخدمت طريقة صحيحة أفضل مليون مرة أنا عايش حياتي لما يكون عندي أطفال كم السعادة اللي أنا فرحان أشوف أطفالي أمامي يكبرون كم الجو النفسي اللي أنا وفرت لي والأسرتي هذه كلها نحن محتاجين لها فأنا لما أعطي لنفسي هذا الانطباع الخوف من الزواج وأتجنب هذا الأمر وجدامي أمور كثيرة أنا بإيدي أنا أخلق جو من السعادة في هذا المنطلق وأقعد مع نفسي أو أقف مع نفسي وقفة يعني بشكل مباشر أن أنا كيف أقدر أن أنا أقنع نفسي بنفسي هذا الشيء من ضمن اللاج أنه كيف أنا أقنع نفسي بنفسي لو ممكن مثلا يبنى مستشارين ويبنى حوارات وكذا يمكن في النهاية أنا ما أقتنع إذا ما جلس مع نفسي ناقشت بيني وبين نفسي بكل أمانة بكل شفافية شون الأسباب اللي عطت هذا العائق بداخلي وكلها سبحان الله داما أنا أعمل شي في منظومة شرع رب العالمين ففي تأييد كبير من رب العالمين رح ألقاه في سند في دعم رب العالمين هذا الدعم ما رح يجي إلا لما فعلا تبدأ الموضوع وتدرسه بشكل وتبدأ فيه بشكل قطعي بشكل واقعي رح تستشعر بالدعم اللي رح تتلقاه من رب العالمين لأنك أنت قاعد تمارس حق من حقوق الاحتياجة البشر طبيعة البشر وبشكل طريقة حلال ضمن نطاق الشريعة فبالتالي أنت اليوم بتحصل الدعم اللي تلقاه وحتى الخوف هذا شوي شوي رح ينتهي ينتهي نعم ممتاز إذن كل خطوة أخطيها في حياتي أما أن تزيد من أسراري أو أن تصحح مساري نعم هذا الأمر شيء جدا مهم ولابد بأن نحن يكون عندنا هذا التغلب على الخوف في كثير من المواقف أعتقد لو تركنا الخوف يتغلب علينا لفقدنا الكثير من الفرص نعم ولربما كنا في مكان آخر غير المكان اللي نحن تواجد فيه الآن فبالتالي الخوف قد يكون في كثير من المواقف شيء سلبي نعم ويجعل من هذا الإنسان متراجع ومتخلف عن كثير من الأمور التي بدأ الناس يتطورون فيها ويتقدمون وأن يصبحوا أشخاص لهم بصمة وأبناءهم يصبحون الآن من شاء الله في مراتب عليا فهنا لربما التفكير الإيجابي من الزواج يعطي حافز أيضا للإقبال على الزواج لدى فئة اللي يخافون من هذا الزواج نعم صحيح فنتحدث عن هذا التفكير الإيجابي كيف نختلقه إذا كنا نشعر بهذا الخوف التفكير الإيجابي طبعا هي من أعظم أسباب أو من أعظم العلاج لمشكلة الخوف من الزواج كل ما أعطي لنفسي طاقة إيجابية وتفكير إيجابي لو خذنا خلي الموضوع هذا على جنب يمكن أن ناجح في كل حياتي هل أنت نجاحك في كل حياتك لا يعتريك أي سلبيات لا يعتريك أي مشاكل موجود فأعتبر حالة الزواج هذه من هذه الحالات مثل ما فيها الإيجابيات فيها السلبيات مثل ما فيها الراحة والسلام والهدوء والاستقرار والسعادة فيها كذلك جانب المشاكل والمشاكل لا تأتي إلا أنا أعتبرها صحوة في حياتنا كلها لا تأتي مشكلة في أمر ما أو ضمن إطار معين إلا صحوة يعني صحوة لشيء معين أنا كنت غافل عنه بالعكس أخذها بجانب إيجابي من أدرس كل شيء حتى لو مشكلة أمامي أو شعور معين أو أفتقاد يعني أنا للأسف أستاذ أمر كثير من حالات اللي كانت توردنا إنه ممكن يكون ما شاء الله واصل ناجح عمليا وعنده شهادات عالية لكن وصل مرحلة كل ما قالوا له طيب متى بتاخذ هذه الخطوة يقول لما أرتب أموري أمورها ممتازة سواء ماديا سواء ما شاء الله هو عذر يعني أخذ أيوة يختلق الأعذار للأسف هو ما قد يكون هو نفس يعني بذات نفسه لا يشعر أن هذه حالة مراضية لا يشعر أنه وصل حالة مراضية في الخوف من الزواج فهو على باله أنا بعدني مو بجاهز أنا بعدني قاعد أرتب أوراقي أرتب أموري أشعر بالاستقرار بالحكس خذ الخطوة دام من الأساسيات موجودة ودام النية موجودة أن أنت تحافظ على أسرتك أقول لك توكل على الله غيرك ما عنده منية استقرار أسرة بس أن الأمور مثلا من ضغط الأهل أو كذا تزوج وتزوج أو هو يبغي مثلا يتزوج في سن صغيرة ورمى المسؤولية بالعكس أنت مليون مرة أفضل من ناس يدخلوا إطار الزواج ولم يبالوا بالحقوق أو بواجبات لهذا الزواج سواء للشريك الآخر أو للأبناء وخاضوا التجربة وضاعت الأبناء بس أنت اليوم أنت لما تفكر وصلت لهذه المرحلة معناه أنت شخص إيجابي بشكل كبير أنا أعتبرك إيجابي لا تشوف نفسك أنت أقل من غيرك لأن أصلا هذا الشعور أول شيء بعد عدم ثقة الشخص بنفسه بشكل كافي للأسف عنده عدم قدر أنه عند ثقة بالنفس صارت شبه معدومة فيحس لا أنا بعدني أنا مو بجاهز أنا خايف أظلم الطرف الثاني أنا خايف ما أدح حقوق الطرف الثاني فيصير عنده هذا الرهبة ونوع من الوسواس يوصل مرحلة الوسواس بالعكس أنا أشوف الشخص دام أنه وصل بداية هذه المرحلة أنت تبغي تسوي شيء على أكمل وجه بس ثق أن الكمال لله عز وجل أنت شوف شنو عندك أساسيات متوفرة دام كل شيء أساسية متوفرة أن أنت تقيم أسرة بشكل صحيح ترتاح وتريح تتوكل على الله وخذ التجربة طبعا ودام نيتك لله نحن حياتنا مبنية على استخارة واستشارة طبعا استخير واستشير وتوكل على الله صحيح وتشوف الطرف الثاني يعني ما في حد بيلاقي 100% مواصفات في شريك الحياة بس الأساسيات موجودة التكافؤ موجود دايما أقول إذا التكافؤ موجود بنعيش بخير صحيح دايما التكافؤ هذا شيء مهم يعني الشيء من شروط الزواج التكافؤ كثير من اللي أخفلوا ضاعت حياتهم وكثير اللي انتبهوا لي صح ودوروا على التكافؤ بشكل صح سواء اقتصادي ثقافي علمي فكري فيسيولوجي هذه كلها دام التكافؤ موجود استمروا في حياتهم في توافق بين الطرفين ممتاز إذن أعتقد مثلما الزواج هو شيء أساسي وهم في حياة البشرية بشكل عام الزواج شيء جميل صحيح يعني الزواج تجعل من من حياتك لها أسرة وأبناء يحملون اسمك ما بعد هذه الخطوة لربما ينجحون ويصبح أحد أبنائك دكتور أو مهندس أو عسكري وأنا أضع مهنة العسكري في مصاف هذه المهن لأهميتها الكبيرة ولي شرف حمل هذا الشخص أو هذا الأبن هذه المهنة الشريفة يعني أتوقع أيضا في جانب هذا الأمر لو الأوليين ما قرروا بأنهم يزوجون وينجبون أبناء لما كنا نحن الحين موجودين هنا وكنا أحد أسباب دعم التنمية في وطننا وفي دولنا لانتهت الحياة الزواج هو شيء أساسي لاستمرار الحياة وهذا ما أمرنا به وهذا أتوقع رح يكون شيء جدا مهم وشيء جدا إيجابي في حيات كل إنسان من الشباب إن كان من الذكور أو الإناث فأنا دكتورة أشكرت كل الشكر على حضورك أخبرت دعوتنا في صباح الشرقية وما قصرت كفيت ووفيت الله يبارك فيك سيد عبد كل الشكر لكم شكرا